اشتركوا في القناة وكذلك مسؤولة في النقابة الوطنية للتعليم العالي لسنوات عديدة هذه النقابة الوطنية للتعليم العالي هي نقابة تقدمية عتدة ماشي نقابة خبزية كالضرب غير على جوشفرانك لا كالضرب على الجامعة العمومية الجيدة وعلى يعني البحث العلمي يكون في المستوى لأنه لدينا كفاءة عالية اليوم بعض الباحثين تصنفوضين من المئة الباحث أكثر تأثيرا في العلام وكالي جاء فيهم هو يعني 23 الرتبة 23 على مستوى العالمية ليس سهلة ولكن مع كل أسف كالقوا الجامعات دينا هذا العام توحدة ما تصنفت في الألف اللولة لأنه لم يكن سياسة للبحث العلمي لم يكن تمويل البحث العلمي وهذا مسؤولية الحكومة إذن اليوم أنا بالنسبة لي المكسب الوطني ديناقابة الوطنية للتعليم العالي دار أشواط وأشواط ديناقاش مع رئيس الحكومة مع وزير التعليم العالي مع كل أسف كي يكون هناك يعني مكنش اهتمام كبير وما كيناش مبانش بأنه كين هناك إرادة لا من عند الحكومة ولا من عند الوزير الدير التعليم العالي بأنهم يكرموا هذه الأساتدة احنا كأساتدة جامعيين يعني هذه 35 سنة ولا 40 سنة مضت كان الأستاذ الجامعي يصنف في الرتبة الثالثة في السلام للأجور اليوم وصل الرتبة 28 إذن ألحقنا الأساتدة للباحثين الجامعيين اللي هم النخبة دي النخبة ألحقناهم بالفقراء وهذا الشي ماشي سياسة هذي يعني كنش تجعوا تفأها وكنديروا في الناس في مناصب عليا ما عندهم تشي كفاءات في الوقت اللي كان همشوا أستاذ إذن هم السبالية هذه الاتفاقية اللي ما زال ما خرجتش يعني في تفاصيل ديالها اللي يخرج في القانون المالي هو أنه غدي يخصوا واحد ستمائة مليون درهم لباش يزيدوا الأساتدة بحل زع ما غدي تفضلق لهم شي حاجة في حين هذا محاولة ديال تدارك واحد الحيف بالفعل خاصة الأساتدة تكون تدقية بالبحث العلمي وبالعمل البيداغوجي وبكل هاتشي والتأطير اللي كيقوم به إلى ما غير ذلك ولكن خاص الأستاذ الجامعي تحلو الفرصة باش يمكن له يقوم بالمهام دياله من تدريس وبحث وغيرها طالبنا بأنه غير الضاربة اللي كتطبق علينا بشكل مباشر على البحث العلمي ما تبقاش تخدر لنا من الأجر ديالنا باش يمكن الأساتدة يشريو يعني ذاك شيء يحتاجوا باش يديروا البحث العلمي طالبنا أنه يكون مراكز جهوية ديالبحث العلمي باش يخدمون الناس وباش يشتشجعوا وماذا ببا بغين يخلقوا ويخلقوا انقال لك جيل جديد من الدكات يراكوا كوت مينوت هاد الدكتور إلى مكانش داخل مجموعة وماش يقوي إلى جانب الأساتدة الأجلاء اللي هما مرسول باحت داخل المغرب وخارجوا كيفش غدينكونوا غدينكونوا روبوتات ما جديش يمكن وكانوا يتمنى بأن الحوار يرقى الواحد المستوى لأنه لم يكن شيء وطن يتقدم بدون الكفاءات العالية وهذه الكفاءات التي لدينا اليوم. يجب أن نحفظ عليها ويجب أن نجي واحدة أخرى. مع كل أسف النظرة الحكومة والوزير التعليم العالي بنت مبسطة ومشروع الإسراء بالمنظومة. لم نفهم أي شيء لإسراء. القضية ليس الإسراء. القضية هي الإصلاح الشامل وشمولي التعليم العالي. يجب أن نصلحوا التعليم بكل أسلاكه. وأنا أطرحت سؤال في داخل لجناة البرلمان على السيد وزير التعليم العالي. قلت له ما هو التصور لحتيته؟ يعني أنكم جلستوا مع وزير التربية الوطنية ومع المسؤولين للنقابة الوطنية للتعليم العالي باش يبلكم تصور اللي خاص يكون اليوم في الجامعة المغربية باش يمكنها تنهض باش يمكنها تلعب الأدوار ديالها باش نسميوا بالفعل الجامعة قاتلة للتنمية ولا أننا نخليوا كفاءة تمشي التقاعد وما نخلقوه مش وما نخلقوش مناصب شغل. مناصب الشغل يخص التخلق اليوم. المناسب المالية في ناهية ما كيناش ديرين عشرين ألف. نخلصنا مئة ألف كين قلت لكم. ولهذا أنا بالنسبة لي هذه الاتفاقية لا ترقى إلى المستوى المطلوب والذي يستحقه الأساتداء الباحثون ولا الجامعة المغربية ولا البحث العلمي اللي احنا بغينا نهضو به في بلدنا. اشتركوا في القناة